أب لديه أربع بنات عمل وزوجته على تربيتهن أفضل تربية إلا أن زوجته توفيت وعمر أصغر بناته سبعة أعوام أما الكبرى فكان عمرها أربعة عشر عاما رفض الأب الزواج بعد وفاة زوجته وجعل كل وقته لفروض ربه ثم الاهتمام ببناته وقد ساعدته ابنته الكبرى في ذلك وقمت بدور الأم لأخواتها وبعد عشرة أعوام تقدم ثلاثة من الشباب لخطبة بناته فأراد الأب أن يزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ولكن الإبنة الكبرى رفضت الزواج لأنها أرادت أن تهتم بوالدها وتخدمه خاصة بعدما كبر سنه وأصبح المرض يلازمه كثيرا فزوج الأب أخواتها الثلاث وجلست البنت الكبرى تهتم بوالدها وتعتني به حتى مات وبعد وفاة الأب فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها لا تقسموا أو تبيعوا البيت حتى تتزوج أختكم الكبرى التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم ولكن الأخوات الثلاث رفضنا الوصية وأردنا أن يبيعنا البيت لتأخذ كل واحدة منهن نصيبها من الميراث دون مراعاة أين ستذهب أختهن الكبرى التي ليس لها مأوى أو أحد سوى الله عز وجل عرضت الأخوات الثلاث البيت للبيع وتقدم شاب ثري لشرائه وعندما أحست الأخت الكبرى أنه لا مفر من بيع البيت وتقسيم ثمنه اتصلت بمن يريد شراء البيت وقصت عليه قصة وصية والدها وبأنها ليس لها إلا هذا البيت يؤويها وعليه أن يصبر عليها ويتركها في بيت أبيها بضعة أشهر حتى تجد لها مكانا مناسبا تعيش فيه وافق الشاب المشتري وقال حسنا لا عليك لن أستنم البيت إلا أن تخبرينني بأنك قد وجدت مكانا مناسبا لك ولو دام وجودك داخله أعواما كثيرة ثم دفع المشتري ثمن البيت وتم تقسيمه بين الأخوات الأربع وذهبت كل واحدة من الأخوات الثلاث إلى بيت زوجها وهي في غاية السعادة ابتسمت الأخت الكبرى التي كانت مؤمنة بأن الله لن يضيعها لأنها لازمت مصاحبة والدها وعاشت في خدمته ودعت لأخواتها الثلاث بالتوفيق وفي أحد الأيام تلقت الأخت الكبرى اتصالا من الشاب الذي اشترى البيت فخافت وظنت أنه عاد عن اتفاقه ووعده لها وأنه سيطردها من البيت فقال لها مبتسما لقد وهبت هذا البيت مهرا لك إن شئت قبلت أن أكون لك زوجا لم أحلم بزوجة لي أفضل منك ومن أخلاقك واعلمي أنك مهما فعلت من خير فلن يضيع الله أجرك فكيف ببرك لوالديك بكت الأخت الكبرى وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين ووافقت على الزواج من ذلك الشاب الثري وعاشت في سعادة تامة داخل بيت أبيها ومع زوج كريم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في مدرسة إعدادية خاصة عادت فتاة صغيرة من المدرسة وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن فسألتها عن سبب حزنها فقالت لها أمها إن معلمة التي تشكو دائما من صداع في رأسها وتغضب كثيرا بدون سبب هددتني بالطرد من المدرسة بسبب ملابس طويلة التي أرتديها لأنها لا تريد أن تراني بها قالت الأم ولكنها الملابس التي يريدها الله يا بنيتي المعلمة لا تريد والله يريد فمن تطيعين أتطيعين الله الذي خلقك وصورك في أجمل صورة وأنعم عليك بالنعم الكثيرة أم تطيعين معلمتك وهي مخلوقة مثلك لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر قالت الفتاة بل أطيع الله عز وجل وفي اليوم التالي ذهبت الفتاة بالثياب الطويلة وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة فلم تستطع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب المصحوب بنظرات صديقاتها إليها فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء ثم قالت لمعلمتها كلمات كبيرة في معناها قليلة في عددها والله لا أدري من أطيع أنت أم الله أطيعك أنت فأرتدي ما تريدين وأعصي الله أم أطيعه لأرضيه وأعصيك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنْ تَمَّ تَرْضِي مِنَ الْمَدْرَسَةِ ولكني أنصحك أنت لوجه الله أن ترتدي الحجاب والملابس الطويلة حتى يرضى الله عنك ورسوله الذي أوصانا بما أقوله لك عندما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بعد أن اختارت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الله الواحد القهار ونصحت معلمتها أصيبت المعلمة بذهول شديد وظلت في صمت طويل دون تعليق ثم طلبت من التلميذة أن تحضر أمها في الغد وفي الصباح جاءت الأم وفي تفكيرها إعطاء المعلمة درسا قاسيا وإذا بالمعلمة تقول لها لقد وعضتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي رغم دراستي للتربية وأخذ قسط كبير من العلم فتحية لك يا من زرعت في ابنتك حب الله ورسوله والله لقد أثرت ابنتك في كثيرا حيث عدت من المدرسة بالأمس أبكي وأنا في صلاتي وعاهدت الله أن ألتزم بأوامره ولا أعصيه أبدا وطلبت منه أن يغفر لي تقصيري ويثبت قلبي على دينه وبعد التزام المعلمة وارتدائها للحجاب والملابس الطويلة وعمل كل ما يرضي الله عز وجل شفيت تماما من الصداع الذي كان يلازمها طوال اليوم وتقدم لها أكثر من خطيب وبعد أن تزوجت كانت دائما تقول لتلميذتها كم أنا أحبك يا من غيرت حياتي تماما بفضل الله وبفضل تلبية أوامر الله عز وجل دون خوف من غضبي أو عقابي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من ندنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الشيخ راضي طبيب في الخمسين من عمره وهو مدير طبي لأكبر مستشفيات العاصمة يعرف الله حق المعرفة ويعيش حياته كما أمر الله ورسوله كان عنده بالمستشفى ممرضة كثيرة المشاكل مع زميلاتها ومع المرضى وكان كثير الصبر عليها لأنها رغم عيوبها كانت ممرضة عمليات ممتازة ومحترفة في تخصصها وذات يوم دخل المدير الإداري للمستشفى على الشيخ راضي وأخبره بأن البعض همس له أن تلك الممرضة تسرق بعض الأغراض من المستشفى فقال له نحن لنأخذ الناس بالشبهات لو ثبت عليها شيء بالدليل سأتخذ معها الإجراء المناسب وبعد عدة أيام سمع الشيخ راضي وهو داخل مكتبه ضجيجا عند مدخل المستشفى فنزل ليعرف الأمر فوجد هذه الممرضة عند باب الاستقبال وقد أمسك بها المدير الإداري وقام بتفتيش حقيبتها فوجد بها بعض الغيارات الطبية وزجاجة مطهر وعلبة صغيرة فيها مرهم حروق فقام الشيخ راضي فورا بنهر الإداري وموظف الأمن وألهمه الله أن يقول للجميع بصوت رج المستشفى ما الخبر؟ لماذا تفتشونها؟ هذه الأشياء أخذتها بإذن مني ردوا لها أغراضها واعتذروا لها ثم انصرفوا لقد قال هذا الكلام ليحفظ للممرضة ماء وجهها أمام زميلاتها من باب الستر وقد قرر في نفسه الاستغناء عنها بعد يومين أو ثلاثة عندما ينسى الناس هذا الموقف لأنها وإن كانت سرقت بضع أشياء لا قيمة لها إلا أن مبدأ السرقة وارد ومن يخن الأمانة في القليل اليوم يتجرأ على الكثير غدا في اليوم الثاني ذهبت الممرضة إلى الشيخ راضي وشكرته على موقفه النبيل الذي سترها أمام الآخرين ثم فجأة أجهشت بالبكاء وعرف منها أن زوجها يعمل بورشة لحام وأنه أصيب بحادث حرقت فيه ساقه وأنه يحتاج لغيارات يومية على ساقه المحترقة وهذه الغيارات مكلفة في العيادات الخارجية وأنه قعيد البيت بلا عمل منذ وقوع الحادثة لذلك أرغمتها الظروف لأخذ هذه الغيارات والمراهم طيب المدير الطبي خاطرها وأصدر قرارا بأن يتم صرف الغيارات الطبية والمطاهرات المطلوبة للممرضة يوميا ويسدد ثمنها من صدوق التكافل كما قام بصرف مبلغ كمساعدة لها نظرا لظروفها وظروف زوجها وكذلك أعطاها مبلغا من حسابه الخاص وبعد أن شفي زوجها قام بتعيينه في أعمال الصيانة بالمستشفى هذه الممرضة تغير سلوكها 180 درجة بعد ذلك الموقف ليس في تفانيها المهني فقط بل والتزامها الديني أيضا حيث واضبت على صلاة كل الفروض في أوقاتها وحفظت بعض أجزاء القرآن وحصلت على لقب الممرضة المثالية لسنوات متعددة بعد ذلك وكانت عين وأذن إدارة المستشفى في حماية كل صغيرة وكبيرة بالمستشفى كما كان زوجها يعمل بكل إخلاص وحماسة وتفاني منقطع نظير وبعد فترة مارض الدكتور راضي وترك منصبه لنائبه حتى يتم له الشفاء ويعود من جديد ولكن هذا النائب طمع في الكرسي وحاول مع مدير الحسابات تزوير بعض الكشوف وإخفاء الكشوف الحقيقية ليظهر الشيخ راضي مختلسا وقد شعرت هذه الممرضة بقلبها النقي وبتقربها من الله أن هناك مكيدة تدبر لهذا الشيخ الفاضل وبدون أن يشعر بها أحد قادتها قدماها بأمر الله إلى باب غرفة مجلسهم وسامعت كل المؤامرة واستطاعت أن تحصل على الكشوف الحقيقية في غيابهما وتضعها في مكان أمين وعندما جاء هذا النائب والمحاسب بالأوراق المزورة لمدير المستشفى ويتهم الشيخ راضي بالاختلاس أظهرت هذه الممرضة الكشوف الحقيقية وقدمتها للمدير الذي قام بطرد الرجلين وفطحهما أمام الجميع وعندما عاد الشيخ راضي وعلم بما حدث من الممرضة سجد لله شكرا وقال صدقت يا رسول الله يا من قلت ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قبل أذان الفجر بنصف ساعة فوجئ أحد الصيادرة وهو داخل الصيدلية بواحد من الناس يطرق الباب بقوة وعندما فتح الباب فإذا بشاب في الثلاثين من عمره ملابسه تنم عن بساطة شديدة يصرخ ويقول أغذني يا دكتور زوجتي تجلس بالتوكتوك أمام الصيدلية وفي حالة وضع فقال له الصيدلي أنا صيدلي وهي تحتاج لطبيب نساء وولادة فتوسل الشاب إليه وقبل يده وهو يبكي قائلا إنها تلد وحالتها خطرة ولم تقبلني أي مستشفى خاصة لعدم وجود المبلغ المطلوب معي وتحت ضغط الإلحاح الشديد وحالة السيدة أخذ الصيدلي المشرط وأدوات الغيار المعتادة في الصيدلية وذهب إلى السيدة فوجد أن الجنين نصف رأسه قد خرج فقام بإخراج الطفلة وقطع الحبل السري وأعاد التنفس للطفلة وتعامل مع الحبل السري ثم أخرج المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الهاتف المحمول ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق ثم عاد الصيدلي إلى الصيدرية وبعد نصف ساعة وهو يتوضأ لصلاة الفجر فوجئ بالشاب يعود إليه بعد أن قام بتوصيل زوجته وطفلته إلى البيت يطرق باب الصيدرية ويشكر الصيدلي ويقدم له ثلاثمائة جنيه هي كل ما يمتلك فرفض الصيدلي أخذها وابتسم قائلا له هذا المبلغ هدية مني للمولودة الجميلة فبك الشاب واحتضر الصيدلي وعاد لبيته كما عاد الصيدلي لبيته وقص لزوجته ما حدث بعدما دهشت من كمية الدماء على ملابسه البيضاء وزادت أسئلتها وبعد عام من ذلك الحدث كانت زوجة الصيدلي حاملا فأخبرتها طبيبة النساء أن وضع الطفلة بالجنب وأنه لا بد من الولادة القيصرية وأن الطفلة ضعيفة جدا وهناك خطر على حياتها وستحتاج إلى حضانة قد تمتد لإسبوعين أو أكثر أخذ الصيدلي زوجته لأربعة أطباء فأقروا بما سبق وأن الولادة لا بد أن تكون خلال يومين وإلا سوف تكون هناك خطورة على حياة الأم والطفلة ذهب الصيدلي إلى الصيدلية التي يعمل بها محاولا توفير سيولة كافية فلم يستطع في ذلك الوقت توفير المبلغ الكافي للولادة والحضانة وأثناء حيرته فوجئ باتصال بعد ساعة من المنزل احضر حالا زوجتك تعاني من إعياء شديد فأخذها الصيدلي إلى دكتورة النساء التي أخبرته باستحالة الولادة الطبيعية ولا بد من القيصرية عندما كشفت عليها تعجبت بشدة وأخبرته أن نصف رأس الطفلة قد خرجت بالفعل تماما مثلما كانت نصف رأس الطفلة مع السيدة داخل التوكتوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء وقد تمت الولادة طبيعيا بمساعدة الصيدلي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق وكانت المفاجأة الأكبر أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج إلى أي علاج سوى قطرة بخمسة جنيهات وسط ذهول الطبيبة عند ذلك علم الصيدلي المعنى الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى شكرا